بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين معيكم سوريا في الجزء الرابع الحقيقة في الجزء اللي فات مع الرؤية اللي أنا شفتها ركزنا على حاجة مهمة جدا وهي كانت المعمودية المعمودية السر من أسرار كنيسة والكنيسة الأرثوزوكسية لأن أنا ابطية أرثوزوكسية فده سر من أسرار كنيسة ومعنى كلمة سر هو إن إحنا بنعمل حاجات منظورة اللي إحنا بنشوفها لكن ده بيقدم حاجات غير منظورة إحنا ما بنشوفهاش وإلي المسيح ورهوني في الرؤية هو الجزء الغير منظور في سر المعمودية بعد ما أنا عمدت بنتي مير لإني ثلاثة يشهدون لي في الأرض طبعا الماء والروح والدم الخلاصة يعني المعمودية هقول مثلا كذا حاجة هقول هي الخلاص من الخطيئة الجدية والخطايا إن هي ربنا بيخلصني من عبودية الشيطان دي اتنين بيخلصني من الطبيعة العتيقة الأديمة اللي فيها دي ثلاثة حاجة الطريق اللي أنا بخلص به عن طريق الموت الدفن القيامة ومن فضلكم ما نساش كلمة الدفن خلاص؟ الموت هو انفصال عن ما هو قديم إذا كان الطبيعة أو خطايا أو عبودية الدفن هو إن أنا بدفن هذه الطبيعة علشان أقوم بولادة جديدة في المسيح ففي موت ودفن وقيام أول ما بقوم بتحصل كذا حاجة برضو واحد بتتفتح لي السماء ودي شفناها طبعا في معمودية المسيح اتنين بيكتب اسمي في سفر الحياة باخد اسمي جديد في سفر الحياة وهنا الله أعلن البنوة يعني فيه إعلان للبنوة إني أنا برجع ابني المسيح وبلبس المسيح التوب البلبسه الأبيض كإني بالزبط بلبس المسيح الحاجة الأخرى أن أنا بأخذ الروح القدس بأخذ عطية الروح القدس الحاجة» اللي بعد كده شركة الروح القدس بأخذ مواهب الروح القدس فكل حاجة منهم فيه ثلاث أجزاء الحاجة الأخيرة اللي بقولها إنه ده عهد عهد بعمله بيني وبين ربنا ده عقد الخطوبة اللي بيطمدي اللي مضاهي المسيح بدمه وأنا بالمعمودية بقمدي هذا العقد أو العهد اللي بيني وبين الله الهدف من المعمودية بعد كده بعد طبعا كل حاجات اللي احنا قلناها بيقولها باركزامبل بوريس الرسول في خمسة واحد روميا خمسة واحد نكمل كل بر يعني المعمودية دي هكمل بيها كل بر وبيقول في روميا ستة تلاتة نسلك نحن أيضا في جدة هذه الحياة يعني المعمودية كأنها هي البذرة اللي أنا بتدفن في الأرض عشان أخرج منها أنمو كشجرة بنعمة وبعمل الروح القدس فيها فبنمو وأدي سمار فالمعمودية كأنها كمين هي اللي بتفتح لي الطريقة الطريق المسيح هو الطريق والحق والحياة اللي أنا بعد المعمودية اللي أعلن بنوتي للمسيح وأعلن عقد الخطوبة اللي بيني وبينه وأعلن تحرري من الشيطان ومن الطبيعة ومن الخطية أبدأ أسير في الطريق اللي هيوصلني لا مش هقولي اللي هيوصلني الملكوت السماوات أنا هقولي أن المعمودية بتوقفني جوه ملكوت السماوات بس على الباب يعني هادي إجزامل لو ملكوت السماوات يحباره عن دايرة والمسيح هو الصنطر اللي واقف في الدايرة المعمودية فتحتي الباب فأنا دخلته وقفت على حدود الدايرة بعد كده في طريق اللي هو قطر مثلا أو نص قطر من أقطار الدايرة هيخذ من محيط الدايرة لحد الصنطر السلوك بتاعي وعملي اللي على الأرض هو اللي هيحدد مكاني اللي في ملكوت السماوات المسيح بيقولي بجهز لك المكان لكن اللي هيحدد المكان هو أنت هتعمل إيه وهتجاهد إزاي على الأرض وعلى قد ما أنت تقترب من الصنطر اللي هو المسيح هنا على الأرض على قد ما أنت هتستمتع بأله لما تقترب ليه في ملكوت السماوات عشان كده بقولك في بيت أبي منازل كثيرة ويجاز كل واحد فواحد بحسب أعماله يعني المعمودية فتحت للطريق فتحت للسكة بالنسبة لبنتي دخلتها السما لكن ما فيش لسه السلوك السلوك في جدة هذه الحياة لكي نكمل كل بر ونوصل لطريق الكمل يا رب كده بس كلامي يكون واضح إن إحنا في جوه ملكوت السماوات يعني أوكي إحنا تخلصنا من الطبيعة وكلامنا كله لكن لازم حسلك بهذه الطبيعة الجديدة في سلوك هيحدد مكاني جوه ملكوت السماوات عشان كده في جهاد أنا هجاهد في إيه؟ أنا بجاهد في كل حاجة مع ربنا هي مجموعة من التنازلات إني بتنازل عن كل ما هو أرضي عشان أحصل على كل ما هو سماوي لحد ما أوصل إن أنا أتنازل عن نفسي وذاتي فالله يحل محلي وكده أنا هكون اقتربتي جدا جوه ملكوت السماوات للمسيح في السنطر دلو إنت عايز كمان توصل لحد العرش هادي إكزامبل معلش برضو عشان نبقى فاهمين مثلا القديسة الملكة أنا سيمون خلاص دي واحدة تنازلت عن كل حاجة مزاي واحدة مثلا عايشة في العالم وما بتتنازلش عن أي حاجة القديسة أنا سيمون الملكة والقديسة إلارية بنت الملك زينون أو الإمبراطور زينون اللي اتنين كانوا أبناء ملوك في واحدة تنازلت عن العرش والتانية برضو تنازلت عن العرش في واحدة تنازلت عن العرش في حياة والديها ثابتهم ومشيت وفي واحدة تنازلت عن العرش لكن مش في حياة والديها يعني في واحدة كمان تنازلت عن العاطفة الأبوية في واحدة ما تنازلتش عن العاطفة الأبوية الله بيحدد بمقدار تنازلاتك بتحدد أنت مكانك والله بيجهز لك المكان وهنشوفها كويس كمان في السبع خطوات الروحية اللي أنا بقول لكم لسه ما تكلمتش عنها هتكلم قدام شوي هبدأ أدخل على الرؤية اللي بعد كده عايزة أقول مثلا برضو إن الرؤية اللي فاتت إن إحنا عدينا واحد يعني أعلننا الإيمان بالحمد والشكر اللي هي الخطوة رقم واحد جوا النفس تاني حاجة إن إحنا نظرنا نظرة روحية في الكنيسة أصبحت كنيسة سماوية اتكتب اسمك في سفر الحياة ودخلت سفر الحياة والحاجات دي كلها فإحنا كده خلصنا رقم واحد ورقم اتنين يعني اللي هو يهوزة ورقبين فيهم وفي الأحجار الكريمة أخلصنا نعتبر الياشب والحياة السماوية اللي هي في السفير إحنا دخلين على الجزء الثالث اللي هو بقى إزاي هيكون الجهاد وإزاي هيكون سمار الجهاد وده اللي هيكون في الرؤية رقم ثلاثة طبعا اللي فاتت كان فيها بردو جهاد لأن أنا بتنازل عن عاطفتي لكن بعمل كنترول للعاطفة بالعقل علشان أقدر أقدم لبنتي أجمل هدية إن هي تدخل للسماء يعني ممكن أكبر عاطفة ربنا بيمثل بيها هي الأم ورديعها دي عاطفة أكبر كمين من عاطفة الأب ده بيقولك الناسية الأم رديعها فأنا لا أمسيكم لأنه عارفين دي أكبر عاطفة موجودة على الكرة البردية الرؤية اللي بعديها هتوضح حيجة جميلة قوي ندخل في الموضوع الفترة بقى ما بين ميلاد ميري أو وفاة ميري أو طلوح السماء للجزء اللي بعده خدت فترة تلات سنين التلات سنين دول أنا حاولت أركز فيهم أو أنا وجوزياني ركزنا فيهم على الدراسة سفرنا باريس سجلنا في جامعة السربون عملت معادلة ذكرنا هو أخذ ماجستير أنا أخذت من السربون فرنساوي وعدلت رجعنا تاني الجزائر بعد فترة يعني برضو دخلت في معادلة تاني وذكرت الفرنساوي تاني كانت فترة أغلبها دراسية في الجامعة بالنسبة لي وبالنسبة ويدراسة للغة الفرنساية بعد كده أنا وصلت سنة أربعة وكمانيوم أنا تلاتة وتمانيوم أسفل كنت نايمة بالليل فشفت رؤية إن أنا معي طفل صغير موجود في سلة أو في بني أو سرير صغير بالنسبة للأطفال صغير بيبي صغير في إيدي وإني البيبي ده عيان جدا مريض فوقتها في إيدي وأعماله بلف بيه على المستشفيات فسمعت صوت لجرس كنيسة فنزلت الكنيسة دي كانت كنيسة بتنزل لها بخمس ست درجات كده لتحت الأرض الكنيسة كنيسة صغيرة جميلة أوي ليها شبابيك من الناحية اليمين يعني عايزة أقول إن الكنيسة دي ممكن نقول نصها تحت الأرض ونصها فوق الأرض النص اللي فوق الأرض ده في الناحية اليمين ليها شبابيك من ناحية اليمين والكنيسة دي كنيسة صغيرة فجد أنا بعد ما نزلت الكنيسة اللي ما دول على آخر كنيسة على آخر كنبة في الكنيسة رحت حطى الطفل الصغير بالبني أنا سمعت صوت جرس الكنيسة في المهمة على ما دخلت لقيت الكنيسة دي مليانة ناس الناس دي كلها لبسة أبيض في أبيض ما كانش فيه غيري اللبسة فستين ملونة وكان أبونا خلص الأدس فوقف قدامي الهيكل بيوزع البركة فأنا حسيت بأن الكنيسة الأرضية بتاعتها مضحرجة شوية يعني بلاط ومضحرج كده شوية يعني منحضر شوية بس طريقة خفيفة المهم رحت سايب إبني على الكنبة الأخيرة ورحت دخل فوستيهم عشان أخذ البركة من أبونا سلمت على أبونا وبيخد منه البركة بيحط البركة في إيدي برفع وشي فجأت إن أبونا ده أعور عينه اليمين عورة فأخذت منه البركة وبقوله يا أبونا أنت أعور قال لي أيوه فرحوا سائلني بيقولي ابنك اللي هناك قلت له أيوه قال لي سميتيه قلت له لأ قال لي سميه كذا إداني الإسم وقال لي ما تخفيش ابنك هيبقى كويس بقوله أنا بلف بي على المستشفيات لإنه عيان قال لي إيوه تخافي ابنك هيبقى كويس وهيبقى كويس خالص فأنا ببصله يعني عايزة أقوله يا رب يعني أو يعني أنت عارف جوا قلبي أنا أفكرش قوي في موضوع الأولاد مش لأن الأولاد وحشين أو أنا مش بحبهم لا خالص أنا بس مش بفكر في موضوع الأولاد أو خايفة إن الأولاد يشغلوني عنك أنا عايزة يا ربي أقضي أكبر وقت معاك يعني قلتلي جاوزي ماشي لكن كمان هجيب أولاد وربي أولاد والحكاية دي هتاخد مني وقت كتير وأنا عايزة أكون معاك وعايزة أقرب منك وعايزة أجري في الطريق عشان أوصل لك ويعني يعني سامحوني كده كتر الكتب اللي أنا قريتها عرفت إن فيه طريق اسمه طريق الكمال فأنا عايزة أوصل للكمال ده فمش معقولة هعرف أعيش في العالم وفي نفس الوقت أوصل للكمال يعني أنا مستسعى بها قوي فلقيتوا بيطميني بيقولي ما تخافيش جواية تساؤلتيني طيب الولاد دول هيتلعوا شكلهم إيه في وسط العالم وفي وسط الغربة والكلام ده كله بسيط لقيتوا برده بيقولي ما تخافيش الحقيقة قالها لي ثلاث مرات وقال لي ما تخافيش الابن ده ابني أنا الحقيقة ديني يعني اطمئنان كبير لإني فعلا يعني جواية تخاف من تربية الأولاد وإزاي يطلعوا ولو الأولاد دول ضاعوا ومعرفوش يمشوا في طريق ربنا زي الطريق اللي أنا إن أنا قرب لربنا قوي يعني جواية مخاوف كتيرة فبقوله طيب أعمل إيه يا أبونا فرح قال لي امسحي الكنيسة دي برده تاني مرة بيكرر كلمة الكنيسة امسحي الكنيسة أنا خدتها بالطريقة البسيطة إن أنا هروح امسحي الكنيسة وبعدين قال لي خدي بالك أنت حامل دلوقتي في تلات أيام تلات أيام وبطلي حبوب منع الحمر فالحقيقة قمت يعني بعد كده أنا صحيت من النوم وأنا فكرر الرؤية فروحت حكياها لجوزي قلت له أنا حامل في تلات أيام وهنجيب ولد وهنسميه كذا فقال لي اوكي دي برقة كبيرة من ربنا وأشكرك يا رب على نعمتك وبرقتك الحقيقة يعني وأنا حامل كده في تلات شهور سافرت مصر لما سافرت مصر بسيط لقيت واحدة من أصحابي بتديني إشارب للأنبى الصمويل المعترف طبعا الأنبى الصمويل المعترف الحقيقة أنا لما سافرت من مصر كان عندي أقل من 20 سنة بشوية يعني فنوتي فبقول لها إذا إحنا عندنا دير اسمه دير الأنبى الصمويل المعترف قالت لي اوه وأبونا الأعور ده يبقى أبونا صمويل المعترف قالت لي اوه الحقيقة قررت أن أنا روح أزور دير الأنبى الصمويل المعترف وقلت طالما فيه كنيسة باسم الأنبى الصمويل المعترف أنا هروح أمسحها هو أعلم سحي كنيسة روحت دير الأنبى الصمويل المعترف وقابلت هناك يعني رئيس الدير الحالي كان هو تلميز رئيس الدير في الوقت ده فالمهمة أنا دخلت وطبعا شفت صورة الأنبى الصمويل المعترف ويعني بقوله هو ده أبونا الأعور طب مش تقولي يا أبونا أنت اسمك إيه يعني المهم رحت للرهبان وقلت لهم أنا عايزة أمسح الكنيسة الأنبى الصمويل قال لي أمسح الكنيسة طبعا هم جوني وقالوا لي ما ينفعش تمسح الكنيسة في الدير لأن احنا ما عندينياش ستات أساسا تمسح كنيس في دير تاني حاجة أنت حامل ده أنت لو رفعتي سجدة واحدة من سجاجيد الدير إن شاء الله يعني مش هنلاقيك قدامنا قدام تصميمي نادولي اللي هو تلميز رئيس الدير فقلت له حكيت له كل الموضوع وقال لي حاولي تخديها من الناحية الروحية شوفي أبونا أو الأنبى الصمويل عايز يقولك إيه عن إمسحي الكنيسة قلت له حق الحقيقة ده كمان قدانت مئنان أن الكنيسة تبنت وأن الكنيسة اللي جوايا أصبح ليها معالم وأنها عايزة تنظيف عايزة تتمسح عارف لما تخلص مبنى كده وتبصي تلاقي المبنى ده كله خلص فأنت محتاج أنك تمسك المبنى ده وتنظيف فقلت بقى ربنا عايز مني تنقية داخلية أكتر وأكتر عشان أمشي معي في الطريق الروحي المهم خلص الموضوع واتولد الإبنة وسمناه الاسم اللي قالينا عليه الأنبى صمير المغترف المهم بعد حوالي مفيش خمستاشر يوم وبصينا لقينا الولد ميت عمل حالة توقف عن التنفس توقف عن التنفس بشكر ربنا أني كان جوزي معي وكان فيه دكتورة سكنة فوقينا كانت دكتورة برتغالية مش مصرية خالص نزلت جاري وقعدت تعمله تنفس صناعي فأنا بصيت أنا وجوزي بصينا لبعض كده زي ما تقول رفعنا قلبنا الربين بنقول له الله يا أمبى صمير انت قلت الولاد هيبقى كويس فهو مش ممكن يموت المهم قعد فعلا عشر دقايق كاملة الدكتورة بتحاول طبعا خلاص يزرق ميت ميت يعني واحد ميت ومن عشر دقايق فلما رفعنا قلبنا الربين بصيت جوزي هو اللي سمع الصوت بيقول له حطوا بسرعة في مية سخنة مية دافية ومية ساعة الحقيقة روحنا جبنا فتحنا الحنفية نزل مية ساعة ونزل مية سخنة عايزة أقول لكم في الجزائر المية بتطقطها بالنهار احنا فتحنا الحنفية نزلت مية سخنة فتحنا الحنفية نزلت مية ساعة أخذنا المية قلنا للدكتورة اللي احنا حسينا به يعني هو قال للدكتورة يعني سنع صوت جوية بيقول لي حطيه في مية دافية ومية سخنة الحقيقة الدكتورة يعني قالت كويس فعلا فكرة مزبوطة حطت الولاد في المية الساعة حطت الولاد في المية السخنة الولد رجع صرخ تاني وتنفس شكرنا ربنا بس حظينا برضو ان كان داخل اخه جوزي برضو كان في الجزائر فدخل كان معاه دكتورة امراض اطفال وكان معاه جزها دكتور فبيقوم تلات ده كثرة فعلا قالوا ان الولد ده جاله توقف عن التنفس وانه هو وانه هو مات وانه لسه دربات القلب مش مزبوطة يلا بسرعة نروح على جم نروح مستشفى وهران احنا في اليوم ده كنا في مستغانم اخدناه وروحنا مستشفى الجامعي بتاعة وهران وصلنا على ما وصلنا مستشفى وهران كان فات حوالي تلت ساعة او نص ساعة تاني فالدكتور في المستشفى هناك قال لا الولد حلو قوي بيكل وبيشرب وانا مش شايف ان حصل اي حاجة فالتلات ده كثرة اللي معنا رحوا معنا قالوا له ده حصل منه ابني توقف عن التنفس قال بس انا شايف الولد كويس الحقيقة التلات ده كثرة دول قرروا قالوا لي بصي لازم تاخدي الولد ده لما بيعمل توقف عن التنفس وتروحي بباريس وتعرضيها على دكتور والنهار ده قبل بكرة لان اللي بيعمل توقف عن التنفس ممكن يقررها في اي وقت عملنا الإجراءات ولو انها ما كانتش سهلة لقينا مساعدات جميلة جدا وبشكر الكنيسة الكاتوليكية اللي وقفت بينا وقفة مهمة جدا وجابوا لي الفيزا في ثواني يعني يعني جابونا الفيزا واضطر طبع الجوز يروح على بعد 500 كيلو عشان يروح الجزائر العاصمة او كان حوالي 400 كيلو عشان يسجل الولد على الباسبور بتاعي المهم وكان في مرات اخو كانت فرنساوية فبشكرها جدا الحقيقة عملت معي مجهود كبير سفرت معي يعني خلال تاني يوم كنا مسافرين فرنسا وحكزينه في مستشفى نيكير في باريس رحنا باريس اخذت الولد توتسويت دخل على طول جوه المستشفى وعملوله حجز وقالولي فعلا الولد بيعمل أبني يعني توقف عن التنفس ودي حالة ندرة جدا بتحصل لواحد فوستي ملايين من الاطفال وفعلا قالولي ان الولد بيتوقف عن التنفس ممكن بالعشر مرات في اليوم وانهما ركبوله جهاز الجهاز ده بس بيزمر لما الطفل يتوقف عن التنفس واهم حاجة انهما يصحوا فورا لاني دقات القلب بعد كده بتقال فتخيلوا بقى أم عشرة مرات في اليوم بيقولولها ابنك مات ابنك صحي ابنك مات ابنك صحي ابنك مات ابنك صحي خدوا بقى من ده كل يوم لا يقل عن عشرة مرات وطبعا أول ما يرن زمارة الجهاز اللي هما مركبينه ما قلوكوش قد ايه طبعا العمل الجميل في المستشفى يجروا على الطفل ويصحوه والكلام ده كله بس انا ما تقدمتش ولا مرة ان انا عمد الطفل خوفا من انه هيموت لان كان جويه ده هيعيش ما تخافيش ابنك هيبقى كويس كلمة الانبا صمويل ما خرجتش من ويني وحسيت في الوقت ده ان بالذات الانبا صمويل اللي شوحته معلش سامحوني في التعبير لانه عنده عين عورة بيقولي اقفلي عينك عن العالم وعن كل اللي هتسمعيه وافتحي عينك على الحياة الروحية بس صدقي اللي قاله ربنا وما تصدقيش اللي هيقوله الناس انا باحترم العلم انا مش لكن احترم الله اولا وكلمة ربنا فوق كلمة اي حاد يعني صدقي اللي بيقوله لك ربنا ما تصدقيش اللي بيقوله لك الناس طبعا بعد فترة يعني 15 يوم تاني كده الدكتور عمل لي استدعيه وقال لي اسمعي مدام ابنك لازم يروح مكان متخصص للاطفال اللي بتجي لهم الحالة دي ابنك كل توقف عن التنفس بالطريقة دي بيحطم من خلايا المخ فلازم الولد بيحصل له اندكاب اندكاب يعني يعني المخ بيتحطم باجزاء معينة بتتحطم وان الطفل اللي عمر بتاعه بيكون اربع سنين يعني الابن ده بيموت بعد اربع سنين وراح ما حاول الولد من المستقبل يعني انا لسه عادة كامل بس لما وصلنا هو اليوم الاربعين بتاعه كان موجود لسه في المستشفى فانا طلبت من ابونا في الكنيسة كانت الكنيسة في الوقت ده في سينشل بيس اني ابونا كان ابونا ربنا يديله النعمة وطلت العمر ابونا يجيرك سلوء يجي يعمد الولد في المستشفى الحقيقة ابونا فعلا جيه هعمده في المستشفى انا بس عايز اقول لكم قد ايه انا وثقة بالرغم من كل ان انا بشوفوا قديني ان ابني هيعيش وطلبت من ابونا ان يجي يعمده وفعلا من يوم المعمودية اللي ابونا عمده له في المستشفى ما رجعت لهش تاني موضوع التوقف عن التنفس نهائي كأن الانسان ده اتغير تماما الطفل ده وان ربنا حافظ عليه من يوم المعمودية لكن طبعا الدكتور جي وقال لي لازم تفهمي الكلام ده لما انا حسست الدكتور ان انا ابني هيكون سليم ابني هخرج بي ابني هيعيش ابني هيكبر قالك الست دي مدنونة يا ام هي ما تفهمشو فرنساوي فمش عايزة تفهم الكلام العلمي اللي انا بقوله لها رح جاب لي ناس تكون بالترجم عربي جم ترجمولي نفس الكلام بالعربي ابنك مش هيعيش ابنك المدة المكسيمم بتاعته اربع سنين احنا هنحاول ابنك لبوبونير ميديكال مكان ميديكال اللي فيه الاطفال دول فعلا انا يعني حاولوا الولد بعد كده بس كنت بعد المعمودية لبوبونير ميديكال مكان فيه الاطفال اللي بيتوقفوا عن التنفس دول وفعلا اتحطوا في وسط الاطفال دول وكل الاطفال اللي موجودين دول كانوا اطفال معوقين لان فعلا اللي انا شفته بعنية لمدة سبع شهور في المكان ده ان كل يوم والتاني لما الاطفال دي بيتوقفوا عن التنفس فعلا بتتحطم اللي باجي تاني يوم ألاقي عينه وما بيشوفش بيها اللي لا يدريعه وما بيتحركش ألاقي رجله على حسب الابناء او التوقف عن التنفس ده بيحطم ايه في مخطف يعني الكلام ده انا شفته بعيني وبقفت فوسطيهم وفقفت فوسط الممرضات اللي كانت بتشتغل هناك وبقيت طبعا اروح هناك كل يوم وابني فوسطيهم هو الوحيد اللي ربنا ما حافظ عليه ما فيش أي حاجة رجعت له من بعد المعمودة بس هوا ما كل مرة بيقولوا دي معجزة دي حاجة ما حصلتش قبل كده وكنت بشوف معيهم كل الأطفال دي قدام عيني وبيقولولي دي نتيجة ابنك هيبقى زيه ده وزيه ده وزيه ده وزيه ده في يوم من الأيام قدي ايه الهنا عظيم بعد سبع شهور انا اخدته فعلا ورجع البيت وكان كويس جدا وبشكر ربنا وبقدم له كل حمد وشكر ان فعلا إلهنا إله عظيم خرجوا من الموت ده أولا تاني حاجة خرجوا من الانديكاب من المتعوق والولد كويس وبشكر ربنا وكبر طبعا الكلام ده ولك سنة 84 على متولا 83 أنا شفت الرؤية 84 كنت بلف في المستشفى في باريس وبرجع من وقت اللي كاني المستشفى نيكير طبعا دي أكبر مستشفى للأطفال وعايز أقولك كمان في الفترة اللي أنا دخلت يعني اللي كنت بروح فيها المستشفى كتير للولد أنا دخلت كمان في منطقة الأطفال اللي بتحصل لهم الحروب فالحقيقة كانت الفترة دي علي فترة صعبة جدا إزاي بشوف الأطفال اللي هم يعني بيعدوا بحاجات صعبة جدا والأطفال المعوقين والأطفال دول ويعني يعني مش عايزة مش عارفة أقول لكم يعني قد إيه اللي احنا عظيم وبينقذنا من حاجات كتير أنا بشكر ربنا إن الفترة دي يعني الفترة الأولانية ما كانش جوزي بيقدر ييجي لأن في فيزة خروج من الجزائر زي ما في فيزة للدخول أنا لأن قدت بأجازة وضع فقدرت أسافر باريس لكن هو ما كانش قدر يجيني غير فترة خمستاشر يوم ورجعتاني يعني جيها جاب لي سكن جنب المستشفى ووضب لي كل الظروف وفرش لي المكان وقال لي خدي بالك يعني من نفسك ومن ابنك وطبعا يتابع معانا على طول بالتليفون وبرات أخوه اللي كانت فرنسوية قد إيه كان عملها جميل معي بس أقصد إن كل حاجة كانت حولي بتقولي اقفلي عينك عن كل اللي انت شايفه وافتحي عينك بس على السماء إلهنا عظيم ومن هنا كان الجهاد إزاي إنك ما تصدقش اللي انت شايفه قدام عنيك وتصدق السماء بس ومهما قالوا لك اسمحوا لي أقول كلمة حلوة أو حاجة كانت دايما في دماغي في الفترة دي اللي هو ابني بيتك على الصخر ما تبنيش بيتك على الرمل لأن لما اللي بيبني بيته على الرمل تسقط الأمطار وتهب الرياح وتفيد الأنهار واللي بيبني بيته على الرمل بيته هيسقط اللي بيبني بيته على الصخر بيته هيستمر عايز أقولك إن هطول الأمطار هي أفكارك اللي أنت ما بتعرفش تعمل لها كنترول أو الأفكار اللي الشيطان هيديها لك عشان يبقى جويك سرع لا تصارع مع الله لكن سلم لربنا يعني سلم لربنا عايز أقولك هبوب الرياح هي الشيطان اللي هتيجي عشان توقع لك البيت وتحط لك أفكار مسممة فيض الأنهار هنا مش طبعا هنا مش إحنا بنكلم إيجابي لا إحنا بنكلم سلبي اللي هي الأنهار اللي هيحصل لها فيضان فتوقع لك البيت اللي هما الناس اللي حواليك اللي هيفضلوا يحقنوك بحاجات عشان يشككوك في كل كلمة أنت أخذتها من ربنا ابني بيتك على صخرة المسيح هيفضل ثابت وما تخليش الشك المرة دي رفضت الشك تماما اللي جاييني من الناس أو اللي جاييني من العلم أو اللي جاييني من الدكتور أو اللي جاييني من اللي أنا بشوفه بعناي أو حوالي لمدة سبع شهور قفلت فعلا عيني عن كل اللي أنا شايفه وفي كل يوم بقوله مصدقاك يا رب لتكن مشاقتك في حياتي مصدقاك يا رب على ما خرجت ومشيت بعد السبع شهور اللي أنا قعدتهم طبعا وكنت برضو فترة رضاعة وباخد اللبن وأود ديلي الإبن يعني كانت فترة علي صعبة جدا بس أشكر ربنا أنها عدت هو بعد فترة 3-4 شهور كان جوزي جاه وصف كل أمورنا في الجزائر وجينا قعدنا فعلا في فرنسا وبعدها أنا كنت حامل في بنت تاني على طول فربنا إداني ولد وبنت كانوا زي العسل ونعمة ربنا الكبيرة واستقرينا في أن احنا نعيش في فرنسا بعدها على طول وأنا في فترة الحمل في البنت الأخيرة أنا كنت كمان بذاكر قلت يلا عايزة أكمل الجامعة بتاعتي فبدأت أذاكر جامد جدا وفي نفس الوقت بعتم بالأولاد وفي نفس الوقت بشتغل مع جوزي فكان في ضغط جامد المعادلة بتاعتي كانت عدت ودخلت الجامعة وبدأت أدرس وخدت السنة برضو يعني ما بين الثلاثة كانت سنة مجهيدة جدا بالنسبالي بس عايزة أنهيها لكم بأن أنا قبل الامتحان بإسبوع يعني أنا ذاكرته كنت بنجح في كل أعمالي السنة وإنسانة مجتهدة وكانوا مبسوطين مني في الجامعة فجأت تاني برؤية تانية أن الأنبا صمير المعترف جاي بيقول لي ما تدخليش الامتحانات قلت خلاص يعني عارفين بقى خلاص أنا هوصل كده للبكالوريوس بتاعي فبيقول لي ما تدخليش الامتحان تنازلي عن دراسك بسرعة هذه كانت بالنسباني مفاجأة مسكت الأنبا صميره بقول له أرجوك أبونا حللني يعني أنا خلاص طب يعني زي اللي بقول له الطيب أنا عمالة أكافح سنة واثنين وثلاثة ليه جيني قبل يعني أنا خلاص أسبوع ودخل الامتحانات النهائية طب ما قلت ليش من بدري ليك وتوفرت علي المجهود يعني دم بما فيه معنى قال لي لأ ما تدخليش الامتحانات رحت مسجل جالبيت وبقول له حللني فرحضر ابني بالعصايا على دراعي وقال لي تنزلي يعني أني يكون عنديك شهادة من الأرض وسحيت من النوم لقيت دراعي كله متعلم بمكان العصايا أحمر وبدأت متألمة منه مدة 15 يوم كمين ببص لدراعي العصايا فيه معلمة جامد جدا بس أقول لكم أنا سحيت من النوم رحت لما كل الكتب ولما كل الإقلام وكلما كل الأستيكا ولوحة الهندسة والشغل كله بتاعي ولميته في كارتين ورحت من حتى الأستيكا القلم الرصاص اللي أنا قلت هستعمله تاني ماستعملته كل اللي كان قداني عن مكتب لميته في كارتونتين ورحت منزليه في الكاف يعني تحت الأرض في البيت اللي احنا كنا ساكنين فيه وجيت كمان لما نقلت من المكان مرضتش أنزل ولا أخدهم تاني وما دخلتش الامتحان وأقدر أقول لكم أنني كمان تنزلت عندك لدوس الهندسة لأنه عايزة يكون المجد لله وحده في حياتي وأنه هو كل شيء بالنسبة لي دي كانت كمان تاني رؤية شفتها مع الأنبا صامير المعترف وقال لي كلمة إخضاعي يعني عايز يقول لي إقبالي ما شيء يطلع في حياتك بقى من غير منعشة زي لي بقول لي سيبي الروح القدو زي ما لتلكه في حسقيان تحملك طيار النعمة وتنادلي عن كل ما هو أرضي عايزة أشارككم بحاجة صغيرة قبل ما سيب الجزء بتاع الجزائر عشان بعد كده مش هنرجع له تاني أني لما كنت أحامل في البنت الأولانية وكنا في منطقة تقريبا المدية بني سليمان كان بابا سيب مصر ولما شاف الظروف صعبة شوية علي في الجزائر وجهه واشتغل في الجزائر فكان حسناً لما كنت أحامل بسيط لقيت جوزي بيصحق الساعة واحدة بالليل كده في يوم وبيقول لي أنا رايح أجيب باباكي باباك أنا لابعد حوالي حوالي 400 كيلو كان في بلد اسمها الأصنام كان نص الطريق بيبقى جبل ونص الطريق صحراوي بسيط لقيت الساعة 2 من الصبح صاحب بقول لي أنا لازم أروح أجيب باباكي دلوقتي فبقول له فيه إيه قال لي لأ ما فيش حاجة خليك أنت مش هتقدر يتيجي معي لشان أنت يحامل هروح أجيبه وإيجي فعلاً ماشي على طول وراح جيبه يعني مثلاً وصل على ساعة 6-7 على ما خدوا شنطته وخرجوا من البلد من الأصنام ما فيش مثلاً على بعد يمكن 200 كيلو من الأصنام كان حصل زلزال صعب جداً وكان المركز بتاع الزلزال ده الأصنام يعني كنت عايزة أقول لكم أن ربنا كان بيتعامل معي وكان بيتعامل كمان مع جوزي وكان بيسندنا وبيخرجنا من حاجات كتير قوي يعني فعلاً كنت حاسة أو حاسة يعني أن احنا أولاده المدللين أن احنا أولاده اللي عمال يحافظ علينا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وخرجنا من وسط الموت ومن وسط التعوق ومن وسط الزلزال ومن وسط يعني بجد مش عارفة أقوله أو أشكره إزاي فبقوله يا رب يعني بجد أنت عظيم فهقول حاجة بسيطة هقوله أرفعك أسبحك أباركك أشكرك يا إله العظيم أمجد اسمك القدوس أسجد عند موطق قدميك لأنك إلهي العظيم القدوس لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة من الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور كلها أمين هشوفكو المرة الجاية في البرية شكراً ليكو شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم